بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا لرمضان نفحات والنبي صلى الله عليه وسلم نصحنا أن نتعرض لنفحاته ربنا سبحانه وتعالى في أيام دهرنا فيما أخرجه التبراني في الكبير إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا والبرنامج الذي يمكن أن نقوم به من أجل أن نتعرض لتلك النفحات يتمثل في أمور أولا في الذكر فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون والذاكرين الله كثيرا والذاكرات واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وثانيا في ترتيل القرآن وتلاوته وكان جبريل ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه القرآن كل سنة مرة إلا في السنة الأخيرة من حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فاعرضه عليه مرتين ومن هنا أخذ الناس من هذا أنهم يختمون القرآن في رمضان قراءة وتدبرا وسماعا وصلاة والأمر الثالث هو التمسك بالفرائض في أوقاتها مع النوافل والأمر الرابع هو كثرة الإنفاق فقد كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان والأمر الخامس فعل الخيرات لقوله تعالى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون والأمر السادس هو نفع الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ببر الوالدين وأوصى بحسن الجيرة وأوصى بإطعام الفقير وكل هذا محله يكون أثوب وأكثر قبولا وتعرضا لنفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى في رمضان والأمر السابع هو التفكر في آلاء الله ونعمه ونحن قد ألفنا النعم وتلك الأمور التي تحيط بالعالم كله تنبهنا إلى العودة إلى النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالنعم كثيرة وكنا لا نظن أن المصافحة نعمة وأن اكتماع الناس في البيت نعمة وأن الذهاب إلى الجماعات نعمة ولكن ربنا سبحانه وتعالى كريم يذكرنا بتلك النعم ويذكرنا بتلك المنا التي يمن علينا بها برنامج يدعونا إلى التمسك إلى بدء جديد وربنا جعل لنا بدايات كثيرة فبعد كل جمعة يغفر لنا من سبق وبعد كل رمضان يغفر لنا من سبق وبعد كل عمرة وكل حج يغفر لنا من سبق وكأنه يقول جدد حياتك وهذا رمضان محل للنفحات فهيا بنا نتمسك بتلك البرامج الإيمانية التي تخرجنا بعد ذلك وبعد رمضان في بداية جديدة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جدد حياتك يقولون كيف يا رسول الله فيقول قولوا لا إله إلا الله يعني ابدأ حياة جديدة بمفاهيم جديدة بتعود جديد على الالتزام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر